موجز السادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم متمنيا للشعب الأردني الشقيق كل الخير وتقدم ورخاء من جهته أعرب الملك الأردني عن تقديره على هذه التهنئة داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر من كل سوق كما أجرى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بحلول الشهر رمضان وأعرب رئيس السيسي عن تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا بينما أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لرئيس السيسي متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة لدراسة التوسع في زراعته مستقبلا جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والزراعة حيث تم استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بالشرق العوينات وهو النوع الذي يعد الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل وجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطة الدولة في الانتاج الزراعي والاتوسعات بالأراضي المستصلحة أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف الصناعة وتعمل على تيسير جميع الإجراءات لإقامة استثمارات صناعية بالمجالات المختلفة وأضاف مدبولي خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة أهمية دفع الصناعة خلال الفترة الحالية والعمل على توفير مستلزمة الإنتاج وطعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات نهاية موجز الأخبار قدمنا لحضراتكم من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة